حلقات جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها الأنامل الذهبية أول مخبز نسوي في صنعان توظيف النازحات واليتيمات الموقع بوست يتحدث عن تصعيد الحكومة الشرعية يستادف المبعوث الأممي ومن أخبارنا المنوعة ناسا سترسل الأسماء إلى المريخ أهلا بكم ما يميز المرأة اليمنية هو مقدرتها على تحويل المستحيل إلى الممكن وخلق فرص من العدم لسد احتياجاتها ومتطلبات أسرتها يقول موقع قناة بالقيس إن الحرب في تايز أجبرت مرسيل العبس على ترك محافظتها والتوجه إلى صنعاء بحثا عن الأمان فمنذ عامين بدأت رحلة النزوح والعيش مع خالها النازح أيضا تركة خلفها أبا منعه المرض عن السفر ليبقى خاطرها معلقا بين الأرض والسماء مرسيل وهي خريجة دبلوم عالي بحثت عن فرصة عمل تعيش منها وتساعد خالها التربوي الذي انقطع راتبه من سنوات دون جدوى لكن بارقة أمل لاحت في الأفق عندما أوصلتها صدف إلى مخبز الأنامل الذهبية الذي يعمل على تشغيل وتدريب النساء التي هنا بحاجة للدعم مرسيل واحدة من 23 امرأة من النازحات واليتيمات والأسر الفقيرة يعمل في المخبز الذي يوفر لهن فرصة عمل لمساعدة أسرهن تقول مريم عصاف مديرة مخبز الأنامل الذهبية إن المخبز لا يوفر فرص عمل للنساء التي ينتمين إلى أسر بحاجة للدعم والمسندة فقط بل ينظم دورات تدريبية لنساء أخريات البعض منهن تمكنت من تأسيس مشروعها الخاص والأنامل الذهبية هي مبادرة اجتماعية فريدة من نوعها تأسست بجهود فردية ولم تعتمد على دعم أي جهة سواء في العمل أو في عملية التدريب والتأهيل وجسدت مبدأ التكافل الاجتماعي شددت الحكومة اليمنية بحسب المصدر أونلاين على ضرورة إجراء تصحيح شامل لألية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقها دون تمييز وزارة الخارجية أصدرت بيانا للتعليق على البيان الصادر عن برنامج الغذاء العالمي وقالت إن ما تضمنه البيان يؤكد على ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مرارا في بياناتها وخطاباتها إلى الأمم المتحدة ومسؤوليها وكان برنامج الغذاء العالمي قد وجه رسالة لسلطات الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء هدد فيها بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لمستحقها الخارجية اليمنية قالت أيضا إن التحدي الأكبر لعمل الإنساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين ويتم عرقلة قوافل المساعدات وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية وعضي عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين وعشدت الخارجية بالشجاعة والمسؤولية التي يتحلى بها مسؤول برنامج الأغذية العالمي ونبهت إلى أن هناك منظمات تابعة للأمم المتحدة تعمل على تجميل الوجه القبيح لمن يسرقون الغذاء من أفواه الجوعة ولم تتجرأ على إصدار بيان واحد تدين فيه الميليشيات الحوثية أو تكشف ممالساتها العبثية إذن 29 عاما مرت على تحقيق الوحدة اليمنية بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي وعن هذا كتب رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر مقالا في صفحته على فيسبوك قال فيه لقد أتاحت لنا الوحدة وحدة مايو العظيم فرصة التطور والتقدم نحو المستقبل بإمكانيات وموارد ومصادر موحدة كانت الوحدة اليمنية فتحا عظما في تاريخنا وكانت ولا زالت لحظة نور تشح أملا في تاريخ الأمة المظلم والممتلئ بالانكسارات منذ أن غربت شمس الحضارة العربية الإسلامية القديمة كانت بعثا جديدا لأمجاد سبأ وحمير وحضر موت ويمنات يهدرها أو يكاد الحمق والرعونة وضعف الانتماء ومال الأعداء لقد أعادت الوحدة خلقنا كأمة خلقا جديدا كانت تجزيدا لوحدة الشعب والوطن والهوية واستعادة لماظ زاحمنا فيه أمما عظيمة في الإبداع والإنجاز الحضاري ماظ افتقدنا حضوره منذ زمن طويل وكانت جوهرة ثمينة تولى أمرها فحام وحتى لا يتم اختطاف هذه الجملة هذا الفحام ليس فردا بل أكثر وليست جماعة ولكنها جماعات لقد أجج الحوثيون مشاعر الكراهية والبغضاء بين اليمنيين حتى تنكر بعضنا في ردة فعل لا واعي لأصله وفصله وروحه ورح يبحث عن هوية ليس لها وجود في حياتنا تفتقد للعمق التاريخي الاجتماعي والثقافي وتفتقد روح الأمة وروح العاصر وحتى منطق المصلحة نحن بنينا وشيدنا صرحا نادرا حدوثه في تاريخ الشعوب والأمم فقط الشعوب والأمم الحية ولكننا لم نحسن المحافظة على ما بنيناه لم نتعهد بناءنا وإنجازنا العملاق بالصيانة والعناية والتجديد لم نتعهد مداميكه وأسواره بأسباب القوة والمنعة والعظمة فاختطفه وفي غفلة منا مقامرون عبثوا بمحتواه وقيمته وللأسف كنا نحن أصغر من أن ندرك عظمة الحدث وعلو شأنه نحن نمر بلحظة فارقة بين نصر الدائم وبين الهزيمة المؤقتة ومن العار أن تدركنا الهزيمة وقد سالت دماء وأزهقت أرواح وتحقق الحلم سوف تبقى وتنتصر الوحدة في صيغتها الاتحادية الجديدة وسوف تبقى وتنتصر الجمهورية في طورها الثالث ولكن ليس قبل أن نرتقي إلى مستوى عظمة الحدث والإنجاز يقول الموقع بوس إن إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث التي قدمها الأسبوع الفائت لمجلس الأمن الدولي أشعلت ردود فعل متباينة بين أوساط المسؤولين والسياسيين اليمنيين جريفث ناشد في كلمته للاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الأربع أعضاء المجلس بترحيب بانسحاب جماعة الحوثي من موانئ الحديدة في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بالمسرحية الهزلية زادت الأصوات في الحكومة اليمنية المطالبة بتغيير جريفث متهمة إياه بالانحراف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن والعمل لصالح الحوثيين البرلمان اليمنى المحسوب على الحكومة الشرعية دخل على خط المطالب الداعية لعدم التعامل مع المبعوث الأممي حيث أظهرت رسالة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لهيئة رئاسة المجلس توجيه البرلمان لرئيس الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الأممي رئيس الوزراء معين عبد الملك قال إن ما جرى في الحديدة من تسليم الحوثيين الموانئ لأنفسهم على مرأة ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ورئيس لجنة يعادة الانتشار أمر غير مقبول ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق ستوكهولم لافتا إلى أن مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة يعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمنية يقول موقع يمن مونيتورين الرئيس هادي وخلال كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للوحدة اليمنية وصف الحوثيين أنهم أشرار وطائفيون والعلاج الحقيقي لن يكون بمراعاة مشاعرهم وقال رئيس هادي أيضا إن الحرب المفروضة على الشعب اليمني منذ اقتحام الميليشيا صنعاء تكبد شعبنا الكثير من الآلام والجراح وتستنزف مقدراته وثرواته بل وتمتد أخطارها إلى الإقليم والعالم كله وأضاف الشعب اليمني والأحق بالحياة الكريمة والسلام الحقيقي من ميليشيا متوحشة انقلبت على الدولة وداست على الإجماع الوطني وجعلت السلاحة هو لغتها الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الدعشية وتابع حديثه بالقول إن التجارب أثبتت أنه ليس بمقدور منطقة ولا طائفة ولا سلالة ولا قبيلة ولا حزب فرض إرادته قصرا على الشعب اليمني العظيم ولا أن يخضعه لسلطانه بقوة الحديد والنار فليس هناك من طريق إلى السلطة إلا الإرادة الشعبية التي تجسدها الانتخابات الحرة النزيحة وعن الوحدة اليمنية أيضا كتب ياسين سعيد نعمان بصفحته على فيسبوك مقالا بعنوان الثاني والعشرين مايو قال فيه سيظل 22 من مايو 1990 حدثا تاريخيا يتجاوز الخديعة والمؤامرات والجلد والتشويه وكل محاولات تصفية وعليه أن لا يتوقف كثيرا إلا أمام ما أصابه من انتكاسة بعد أن كان قد حمل اليمن نحو النور وحلق بها في ذرار السمو والحرية لم تكن الانتكاسة متجذرة في بنية الحدث كما يحل للبعض وإنما فيما رافق نشوءه من عوامل سيظل هذا اليوم حجة لمن صنعوه لا حجة عليهم هكذا هو التاريخ لا يجب أن ينظر إليه كأحداث مصطفى أو منتقاه بمعايير إرادوية هو فعل الضرورة المعبرة عن توافقات الموقف والقانون الموضوعي وتناغم مكونات الفعل الثوري في اللحظة التي يجسد فيها الواعي بالقيمة المجتمعية للحدث أشد أشكال الواعي تمسكا بالإنسان وحاجاته لقد أدركت القوى التي تزاحمت على هامش الحدث والتاريخ معا القيمة الحقيقية لهذا اليوم في معادلة مصالحها النقضة للمشروع الوطني وكان أن وضعته هدفا لخيبتها منذ اليوم الأول وسارت بالحدث في الاتجاه المعاكس لغايته النبيلة لتوظفه لأهداف غير نبيلة لم يغير هذا من القيمة التاريخية للحدث والذين يهربون إلى إدانة الحدث بدلا من العوامل التي قادت إلى تعثره إنما هم ضحايا مكر التاريخ فمكر التاريخ هي هذه العوامل التي تفسد الحدث التاريخي وتنهك عناصره وتحبط أهدافه ثم تواصل معركتها الخاسرة لتصفية قيمته صحيفة العرب الجديد تعنون حول الشأن اليمني ليالي رمضان اليمن بلا كهرباء تنقل الصحيفة عن ليلة العدين قولها ننام بعد أداء صلاة التراويح على عكس الناس الذين يسهرون حتى ساعات الفجر ليس لدينا كهرباء أو طاقة شمسية أو تلفزيون حتى الشم لا نملك ثمنه تضيف ليلة للصحيفة قبل سنوات كنا ننتظر شهر رمضان بفارغ الصبر حتى نستمتع في لياليه الجميلة مع أقربائنا وقد اعتدنا مشاهدة المسلسلات ومسابقات رمضان والكاميرا الخفية معا جلال عبدالرب وهو من سكان صنعاء يقول إنه يعاني بشكل كبير من جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي خصوصا في شهر رمضان ويضيف للعرب الجديد نحتاج إلى الكهرباء من أجل تبريد الأطعمة والحفاظ على الخضروات إضافة إلى الإنارة ليلا ومشاهدة التلفزيون كأننا نعيش في عصر الجاهلية من دون كهرباء يغادر عبدالرب منزله بعد وجبة الإفطار مباشرة ويتوجه إلى منزل أحد أصدقائه لقضاء ساعات الليل في متابعة الأخبار والمسلسلات الرمضانية ويقول أيضا أشعر بالضيق فور عودة إلى المنزل بسبب الظلام كثيرون يعيشون في الظلام منذ بدء الحرب ولا يستطيعون تأمين بدائل للكهرباء بسبب عدم امتلاكهم المال أما وضح الصبر فيتحدث للعرب الجديد أنه اضطر إلى اقتراض مبلغ من المال من أحد أصدقائه قبل شهر رمضان بهدف شراء بطارية لنظام الطاقة الشمسية الذي يملكه في بيته بعد أشهر عدة قضاها دون تيار كهربائي بسبب تعطل بطاريته السابقة أنظمة الطاقة الشمسية لاقت رواجا كبيرا منذ بدء الحرب إلا أن ارتفاع أسعارها وانتشار أنواع رديئة منها مع مرور الوقت دفع المواطنين للاشتراك بمولدات على الرغم من ارتفاع أسعارها يتساءل الكاتب جلال سلمي عن أكثر قضية حالية تشغل الرأي العلبي وهي الصراع بين أمريكا وإيران ويقول لماذا لا تريد واشنطن إعلان الحرب ضد طهران ثم يجيب في مقاله المنشور بموقع عربي 21 بالقول ربما أضحت قناعة الرسخة لدى المتابع قبل المطلع أو الخبير بأن واشنطن لا تنوي فعلا الإقدام على حرب شاملة مع طهران بل ترغب فقط في تضخيم حجم الأثار الاقتصادية السلبية عليها وردعها عسكرية من خلال نشر معدات عسكرية ضخمة بالقرب من مياهها الإقليمية لا يؤمن ترامب وعدد من أعضاء إدارته بمنطق الضربات المطلقة أو الحروب الشاملة حيث أنها تؤدي إلى فراغ سلطة يولد منظمات إرهابية تكلف الحكومة الأمريكية تكاليف مادية وعسكرية باهضة في محاربتها لذا يستبدلون منطق الضرب المطلق بسياسة العصى الغليظة التي تشير الاحتواء وتطويق الغريم جغرافياً اقتصادياً وعسكرياً واستهداف قوته عند الحاجة المسة لإجباره على تحقيق المرجو دون تكاليف عسكرية وبشرية ومادية هائلة وفي إطار العوامل التي تجعل واشنطن لا تفكر بحرب شاملة يذكر معارضة دول الاتفاق الأوروبية للإجراءات التي تقوم بها واشنطن ما يعني إنعدام وجود المساند التقليدي لواشنطن في حال قامت حرب فعلية كما تجدر الإشارة إلى عدم موافقة الدول المجاورة لسيما تركيا وتركومانستان والعراق على إجراءات واشنطن حيث تربط بين هذه الدول وإيران مصالح اقتصادية وأمنية متينة تدفعها لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبة الأمريكية أخيرا ينعدم المنافس الإقليمي الحقيقي والقوي لإيران والذي يمكن أن يساند واشنطن التي فكرت في شن حرب فإنها تسعى للاعتماد على تحالفات تشاركية إقليمية قد لا توفرها الدول المنافسة لإيران كدول الخليج وإسرائيل في الوقت الحالي تجدر الإشارة إلى أن كفة ميزان القوى بين أي طرفين لا يمكن أن تكون بالمطلق راجحة لصالح الطرف على حساب الطرف الآخر فإيران بتماسكها البنيوي وبقوتها العسكرية وبتراوط مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والجغرافية المتينة مع الدول المجاورة وغير المجاورة ومع عناصر ما دون الدولة منتشرة باسمها بالوكالة في أكثر من منطقة استطاعت إبقاء كفة الميزان غير راجحة لصالح واشنطن بالمطلق ما دفع واشنطن لتجنب الحرب ضدها بينما سيستغرق الأمر سنوات حتى يهبط البشر على سطح المريخ قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط إنه سيكون أمام البشر فرصة لإرسال أسمائهم إلى الكوكب وسيتم حفر الأسماء المرسلة على رقائق يتم نقلها إلى المريخ في مهمة من المقرر إطلاقها في يوليو 2020 لتهبط على المريخ بحلول فبراير 2021 وقالت ناسا في بيان صحفي إن هذه المهمة لن تكون مأهولة بالبشر لكن سيكون على متنها مسبار للبعث عن مؤشرات على حياة ميكروبية ماضية وكذلك تحديد مناخ الكوكب والجيولوجيا وجمع عينات وتمييد الطريق للاستكشاف البشري وسيقوم البرنامج بإرسال الأسماء كجزء من حملة مشاركة أو مشاركة عامة لتسليط الضوء على المهام المتعددة التي تم التخطيط لها كجزء من مبادرة ناسا ومن القمر إلى المريخ وتهدف ناسا إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 وإجراء مزيد من الاستكشاف لسطحه واستخدام ما تعلمته لدعم إرسال رواد فضاء إلى المريخ بحلول عام 2030 يقول موقع شبكة البي بي سي إن عاملا سابقا في مجال الرعاية الاجتماعية ورث قصرا بعدما أثبتت فحوص الحمض النووي أنه الوريث الشرعي لصاحب العقار جوردان روغيرز 31 عاما لم يكتشف أن أباه كان هو تشارز روغيرز إلا بعد وفاة والده في 2018 أسرة روغيرز ظلت تعيش لأجيال في قصر مساحته 1536 فدانا فيما بين منطقتين هيلستون وبورتليفين وكانت الأسرة وهبت العقار لمؤسسة التراث القومي عام 1974 في مقابل أن يسمح لأفرادها بالعيش فيه مدة ألف عام جوردان أعلن أنه يخطط لتجشين مؤسسة خيرية لمساعدة سكان منطقتين بورتلين وهيلستون المجاورتين بثروته التي اكتشفها مؤخرا وأضاف يقول الناس إنني محظوظ لكنني كنت لأقايد بأي شيء مقابل العودة بالزمن للوراء حيث تشارز لا يزال حيا وإخباره أنني ابنة فلربما كانت تخذ مسلكا مغيرا وذلك بعدما كشف تحقيق أجري الأسبوع الماضي أن والده تشارز قضى أربعين عاما مدمنا للمخدرات ووحيدا قبل وفاته في سيارته إثر تناوله جرعة مفرطة من الهيروين النهج الفقهي على التفكير الديني هذا ما اختاره الكاتب توفيق السيف عنوانا لمقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط والذي قال فيه أستطيع القول من دون تحفظ أن الإصلاح الديني رهن بالتعامل مع ثلاث معضلات أولها وأصلها فيما أظن هو عيمنة النهج الفقهي على التفكير الديني أما الثاني فهو الاستسلام للنهج الإخباري في وضع القيم والأحكام وأخيرا تحويل الاحتياط إلى معيار للتدين لا يكترث الفقه بأحوال القلوب قدر ما يركز على الشكليات والأفعال الظاهرة ومن هنا فإن معيار التمييز بين المتدين وغير المتدين هو السمات الظاهرة أي ما يظهر على الإنسان وما يراه الناس في شكله الخارجي ولبسه ولغته علم الفقه يشكل الجزء الأكبر بروزا وتأثيرا من المعرفة الدينية مع أن الموضوع الذي يختص به أي فروع الدين وهي تضم كما سلف العبادات والمعاملات لا تشكل غير نسبة صغيرة من مساحة المعرفة الدينية هيمنة المدرسة الفقهية على علم الدين لم تبدأ اليوم بل أظنها بدأت في وقت ما بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر الميلادي حين انحصر الاهتمام بالمعارف العامة ومنها المعارف الدينية وانحصر في علم الفقه دون غيره ومع الوقت بات مسمى المجتهد أو عالم الدين أو الفقه يطلق على العالم في الفقه بصورة خاصة وانصرفت مدارس العلم الديني إلى دراسة الفقه دون غيره من علوم الشريعة لا نحتاج إلى كثير من المجادلة في النتائج التي تترتب على تطبيق هذا المنهج فهي واضحة أمامنا ونراها كل يوم لسيما في كلام الفقهاء التقليديين وتطبيقاتهم وهي في الجملة تطبيقات حولت الدين الحنيف إلى موضوع للمتهان والسخرية كما تسببت في هجرانه من جانب شريحة واسعة من أبنائه معرفة الله والإيمان به والسلوك إليه والالتزام بأمره ليست مشروطة باتباع آراء الفقهاء ونتائج بحوثهم فهذه لم يعرفها المسلمون إلا في عصور ضعفهم وانحطاط حضارتهم لا نريد القول بوجود علاقة سببية بين هذه وتلك لكن التقارب بين الاثنتين لا يخلو من تأمل صحيفات الديلي تليغراف نشرت مجموعة من الصور قالت إنها أفضل ملتقطت وعدسات مصوريها من مختلف أنحاء العالم لهذا اليوم إلى الصور ترجمة نانسي قنقر المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط بل دخلت الريشة فيها خاصة ذلك الفن الساخر الذي يختصر ألاف العبارات ومئات الصور في رسمة كاريكاتيرية واحدة إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختاب حلقة هذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء